السلام عليكم ورحمة الله اخواني الافاضل اينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الاثنين واحد ابريل الفين وتسعة عشر والساعة العاشرة بتوقيت الجزائر وهذا حديثي المباشر اليكم يصلكم عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك الزلف اللون لان فيه واحد من الاخوة القبائلة على ما يبدو قال ياراك ما تقول هاش دايما ان ازول في اللون وعندك مشكلة يمكن واستغربت لماذا تكن عندي مشكلة يعني انا فقط نقول عساو عنكم ورحمة الله لانه نعرف بلي كل جزائرين مسلمين حتى اللي ممكن ما يصليش والله ما يصومش يبقى مسلم يعني والسلام هو تحية لنا جميعا يعني بغض النظرة اذا كان عندنا ما نجيش نقول مسي الخير والأصبح الخير رزيزي الله في اللون هذا ممكن ما يش ما عندي حتى اشكال الحمد لله انا من الناس اللي لا يؤمنون بالاقصاء لا يؤمنون بالالغاء يؤمنون بتعدد الافكار تعدد الاراء تعدد الثقافة ما عندي حتى اشكال في ذلك ويعتبرون ان هذا التعدد الثقافي هو اغناء واثراء لنا جميعا اذا كنا اصحاب عقول حقيقية وليس اصحاب عقول ضيقة نلغي هذا يلغي هذا وذاك يلغي ذاك ويستفيد القوى الخارجية السعمارية او القوى الاستبدادية تستفيد منها الخلص الخصومات والخلافات وين المشكلة؟ امرها كانت عندي مشكل مع اي ثقافة من ثقافتنا لغة من لغاتنا ما عندي ادنى مشكل يعني نعيش في بلد فيها كل لغة العالم فيها كل ديانات العالم فيها كل افكار الدنيا والناس متعايشة في النهاية المطاف لما توصل الناس للحكم والقانون وهو في دولة القانون تطبق على الجميع والحكم الشعب باغلبيته واللي قرر من يحكم لما توصل للقضايا تعالحكم واللي يكون في الحكومة يدير مشروع انتاعه ويحترم الاقليات الى اخره الى اخره فما عناش مشكلة ولله الحمد ولكن انا عارب اللي كان بروباقاندا رهيبة جدا من جانبين جانب يقول باللي انا ضد القبائل وضد الاستغر في ذلك انا دماغ قبائلية تمشي في جسدي كيفاش نكون ضد نفسي والله وجانب يقول لك هذا زوافي وهذا معالا خر كيفاش انا عربي يعني انا عربي هذا التفكير اللي عندكم انتم تفكير تعنصري انت تحركوا جهات متطرفة متنطعة احيانا جاهلة واحيانا خبيثة فمثلي انا وغيري يعني انا اعتقد ان هذا التفكير وتفكير الاغلبية العظمى من الجزائري سواء اعتبروا حقبالي ولا اعتبروا حمزابي ولا اعتبروا عربي ولا اعتبروا حشاوي ولا تارقي الناس الحقيقية لا تنظر الى لان ما كاش واحد خير امه وابي ووالده هذه اشياء ولدت معنا وانا ما نخيروا مواقفنا افكارنا هل نحن مع الظالم مع المظلوم مع الفقير مع الثريلس مع هذه المواقف هي اللي تبقى الحقيقية يعني راني نقول هذه الامور باختصار وحبيت برك ندير بمقدمة سريعة لكن نقاشنا اليوم مش على هذا الموضوع هذا موضوع ان شاء الله لما ترتح العقول وتكون الحريات وكذا يتناقش بهدوء ويجد كثيرين الاغلبية العظمى ان ما فيش مشاكل ستبقى دائما واحد في المية ولا ثن بالمية من المتنطعين والمتشددين هذا الطرف هو ذاك هذا يكرهون انفسهم فلا ولا يكرهون فقط الاخرين النقاش اليوم فيه قضايا كثيرة جدا وانا موليتش نحب نطول على اخواني فان شاء الله منفوتش نصف ساعة في هذا التدخل كنت حابة نخلي في حدود عشرين دقيقة اذا استطعت ولكن على اقصى تقدير نصف ساعة لاني اعرف ان بعض الناس يعانوا كثير مع الانترنت وبعض الناس يحبوا يناموا الى اخره المهم نحاول نكون مختصر قد ما يستطيع اليوم فيه عدة نقاط لكن كالنقطتين او كالحاشتين رسميتين نبدأ بالحواجر الرسمية ثم نعلق على الاشياء الاخرى حاجات الرسمية صدر اليوم بيان وشرات نشراته وكالة الانباء قالت فيه بصرح العبارة من ان ابو تفليقة قرر بان يستقيل قبل يوم سبع وشرين قبل نهاية العهدى التام طبعا وكالة الانباء تحدث على عبدالعز بودفليقة انه سيستقيل قبل سبع وشرين ابريل وبالتالي انه في الساعات القادمة ربما او الايام القادمة انا قناعتي ربما كان سرات اشاعات ممكن غدا يعني سيصدرون قرارات مهمة قرارات مهمة نرجع من بعد وشنه هي القرارات المحتملة اللي هي مهمة لكن هذا هو البيان الاول البيان الاول نشرته وكالة الانباء وجابته القنوات الرسمية في الموضوع بيان ثاني صدر عن توفيق جنرال توفيق محمد مديان المدعو توفيق وفيه يكذب ما كان قالوا قايد صالح والشرق يوم السبت انتم معارفين البيان تاع يوم السبت كنا علقنا عليه لمن يريد ان يرجع بالتفاصيل سيجدو في اللايف تاع يوم السبت مساء واللي شن فيه قايد صالح هجوم عنف جدا على ما اسماه المجموعة التي التقات وراهي تحضر شيء وتريد ضرب الشعب وكلام كثير وكنت قريت لكم حتى البيان يومها فاليوم خرج تكذيب من عن توفيق التوفيق يكذب ايضا ما نقلته الشروق لان البيان تاع قايد صالح وجنرالاته تكلم في العموم دون ان يسمي دون ان يضع النقاط تركوا النقاط باش خطروخوا يقدروا هما اذا حبوا اولا للمناورة وثانيا اذا حبوا يتملصوا منها يتملصوا منها تركوها لقناة الشروق اللي راهي اليوم الناطق غير الرسمي باسم الجنرالات وعلى رسم الجيد صالح يومها جريدت قناة الشروق وطبعا معها جريدتها وقالت بان وقع اجتماع والاجتماع هذا حضروا سعيد بوتفليقة وحضروا بشير طرطاق رئيس المخابرات وحضروا محمد مدينة المدعوة وفيق رئيس المخابرات السابقة وحضروا معهم مسؤولين من المخابرات الفرنسية اليوم توفيق يكذب الخبر وقال انه لم يلتقي الا زروال وانه لم يلتقي المسؤول الامني المذكور يقصد طرطاق وتحدث في البيان المهم البيان هو نفي نفي كامل النقاش او الحديث الاساسي حول هذا الموضوع انا بدون ان ندخل في التفاصيل لكن قناعتي قناعتي في هذه النقطة بالذات والناس يعرفوا رأيي في موضوع التوفيق قناعتي ان اللقاء هذا مشكوك فيه صراحة هذا اللقاء لذكر اعتقد انه مشكوك فيه وانه هناك هناك اسباب اخرى هناك اسباب اخرى ادت الى القايد صالح ان ياخذ هذا الموقف وهو اقرب انه شعر ربما ان فيه تواصل ما بين زروال اللي كان موجود واللي بالفعل التوفيق التقاه وانه ربما زروال يسحب من تحت وما يقوم به الى اخره فاخرج هذا الاتهام لكن بغض النظر اذا كان هذا صح ولا مش صح توفيق اوي كذب لكن بغض النظر اذا كان صح ولا مش صح بعد ما قال قايد صالح هذاك البيان الخطير وبتلك اللهجة العنيفة وبقاتل اوضاع يعني يتهم سعيد بودفليقة اللي هو الرئيس الحقيقي اليوم رئيس الفعلي البلاد منذ ست سنوات على الاقل ويتهم رئيس مخابرات البلاد بشير طرطال ويتهم رئيس مخابرات السابق قاعد 25 سنة وهو رئيس مخابرات السابق هو اللي يصنع هذا النظام بالطريقة اللي رأي موجود بها كل هذا ثم يجي في خبر عاجل وانتهى المنظر وين يتهمهم باللقاء ايضا مع مسؤولين اجانب والمسؤولين الفرنسيين مش معقول يعني وكأنه يحدث فينا على الوزوط يعني او على بلاد الوقت واقع يعني نصر فيها هكذا الى اخر المفروض انه عندما تصدر بيان مثل هذا قبل حتى ما يخرج للشعب هذا البيان تكون الجهات المعنية اللي هي رأي تحت ادارتك اليوم يعني الدرك الوطني رأي تحت ادارتك تماما القوات الخاصة القوات العسكرية بمختلف افروحها الى اخره رأي تكون القت القبض على هؤلاء اذا كنت صادق كان لازم توقع عليهم القبض اذا كنت كاذب فهذا كلام خطير جدا لانه هذا فجر امام العالم اجمع قضية الصراع الاجنح اللي تحدثنا عليها لسنوات وكانوا كثير من الناس يكذبوها تفجرت امام العالم اجمع قائد الجيش اكبر رتبة في الجيش ومعاه كبار جنيرالاتو يتهم قائد مخابرات البلاد والرئيس الفعلي للبلاد شقيق الرئيس وقائد المخابرات السابق بالتآمر على البلاد مع المستعمر السابق مش معقول مش معقول يعني هذا التصرفات وهذا الاوضاع ولذلك قاعد صالح هنا في الحقيقة رأي ويرتكف في اخطاء استراتيجية ستكلفه الكثير ستكلفه الكثير نرجع للبيان تع السعيد البيان تع السعيد لماذا أصدروا هذا البيان لما صدر البيان هذا بدأت قناة الشروق شنت عليه هجوم عنيف وطبعا قناة الشروق الآن ما لا تتكلم من عند نفسها قناة الشروق الآن رأي قبل ما يصدروا أي شيء رأي هناك جنيرال مكلف يقول لهم ما تقولون وما لا تقولون في هذا الموضوع لأنه على بينهم والجنيرال هذا رأي أحد مساعدي كبار مساعدي قيد صالح إذن حتى يثبت العكس قناة الشروق الآن راهي ناطق يكاد يكون رسمي باسم قادة الجيش وعلى رأسهم قيد صالح قناة الشروق شنت هجوم عنيف على البيان تع السعيد وقالت أن هذا يؤكد ما جاء في بيان القيد صالح يوم السبت ويؤكد اللقاءات اللي تمت طبعا هما ربطوا برباط غير مباشر ويؤكد أن ما قالوه صح ولماذا لماذا قيد صالح وقناة الشروق ومعه في الجنيرالات موافقين لماذا يعتبرون هذا خطير لأن سعيد طبعا بوتفليقر وفي حالة موات محنط تماما وانقالي ربما كلمة محنط رهي سبة لا في السياسة كلمة محنط تجوز وما هيش سبة نهائيا ما هيش سبة نهائيا إنما هي وصف وانا حاشا أسبب إنسان مريض فأنا لا أسبب الإنسان العادي فكيفش نسبب إنسان مريض يعني وإنسان في أكبر من سنه من والدي أنا أتحدث على بوتفليقة السياسي الرئيس اللي حقنا ننتقده وننتقد تصرفاته وأفعاله أما كبشر فبالعكس نحن نتعاطف معاه ونتألم والله حيانا لما نشوف ذلك الصور والله لا تؤلمني كإنسان تؤلمني حقيقة لما نظل بالمنظور الإنساني إذن الهدف في الحقيقة هناك صدام قوي يا إخوان بعض الناس ما زال من شدة فكرة المؤامرة مش قادر يفهم باللي فيه الصدام الصدام على السلطة ره يقع داخل مثلا بلد مثل أمريكا اليوم وهي تعتبر واحدة من أكبر الديمقراطيات فيه صدام على السلطة لكنه باقي ما زال في حدود معينة اللي عنده مؤسسات بريطانيا فيها صدام على السلطة فرنسا فيها صدام على السلطة كل هذه الدول ما فيهش دولة وفيهش خلافات وصدام على السلطة الفرق هو أنما عندما تكون لك مؤسسات مؤسسات إعلامية حقيقية مؤسس برلماني حقيقي قضاء حقيقي منظمات مجتمع مدني حقيقية هذه تخلي أن السياسيين أو العسكرين إذا كانوا ثريد داخلين في الموضوع تخليهم ما يروحوش بعيد في الخصومة وفي الفجور في الخصومة وما تشعرش بطريقة الانقلاب اليوم كان الرئيس قد يكون في الحبس البارح كان في الحبس يصبح رئيس هذا كان قائد الجيش يصبح محبوس اللي كان محبوس هذه الانقلابات الكبرى تقع عندما لأن لا توجد مؤسسات للمجتمع لا توجد مؤسسات الدولة التي تقوم بعملية التوازن وعملية أن جهة ما تسيطرش على جهة وإذا وقعت خلافات أين نذهب قضاء مستقل إلى أصحافة مستقلة إلى آخره أما في البلدان المتخلفة هذه فبطبيعة الحال أن السلطة موش فقط يكون فيها الصدام ويكون أحيانا صدام عنيف نتمنى وإحنا إن شاء الله ما يروحوش الصدام العنيف وإن كان للأسف هناك مؤشرات لذلك هناك مؤشرات لصدام عنيف ندعو الله حقاً يعني وفعلاً بكل صدق أن يجنب هذه البلاد أي مخاطر من هؤلاء السفهاء سعيد ماذا يريد أن يفعل يريد أن يذهب بوتفليقة عبدالعزيز للشروق بالمناسبة اليوم تقول رأيه يتنفس طناعياً وأنه في غيبوبة تامة هذه المعلومات يعني طهالها قيد صالح والجنرات اللي معاه الشروق اليوم لا تنطق أي شيء وهذا حبيت نوصله للناس باش يفهموه شرح صاير الشروق لا تقول أي شيء بدون موافقة جنرال مقرب من القيد صالح هو اللي يشرف على الموضوع إذن هذا لماذا يريدون الاستقالة؟ لأن الاستقالة تخلي أن بوتفليقة الآن لما شاف لما سعيد بوتفليقة وحتى عناصر أخرى داخل النظام أن الناس رافضة بن صالح فوش رح نديره؟ رح نيعينه شخص آخر ربما مش موجود أصلاً في مجلس الأمة الآن وبعدين هذا الشخص يعينه على أساس رأس مجلس الأمة ويستقيل بوتفليقة ويرحوا إلى تسعين يوم وفي هذه تسعين يوم تبقى حكومة بدوي لأن القانون يقول ما تتغيرش ويكون هذا الشخص وليدي المرحلة الانتقالية هذا الشخص يستطيع في هذه المرحلة الانتقالية أن يقوم ببعض الأفعال مش كل أفعال الرئيس اختصاصات الرئيس ولكن كثير من اختصاصات الرئيس ربما يستطيع أن يطيح حتى بقائد الجيش وإذا لم يطيح به مباشرة في تسعين يوم سيتم الإطاحة به فيما بعد هناك خبر آخر أو هناك محاولات أخرى وهو أنه يمكن أنه من بين القرارات التي اتخذها سعيد بوتفليقة على أساس أنه هو عبد العزيز أنه يصدر قرار لإطاحة بالقيد صالح وتعيين جنرال آخر وليكن مثلا اليوم كان في حديث على سعيد باي كان فيه شعة كبيرة على السعيد باي استبعدنا السعيد باي صراحة سعيد باي يستبعدوا لأنه هما يعرفون الجزائرين يعرفوا السعيد باي واحد من كبار المجرمين لما كان قائد من ناحية العسكرية الأولى ما في التسعينات ثم أصبح قائد من ناحية العسكرية الثانية التسعينات ما فوتها ذبيحة وفي الألفين من الألفين وربعة فما فوق ففوتها فساد عارم وعظيم لكن ليس هذا يقدروا يجيبوا أي جنرال يقدروا الآن في مكان صالح هنا تكمن الخطرة بالنسبة لصالح ولهذا الموضوع الناس تقدر ترجع إلى ما وش كنت نقول في منجويليا إلى غاية فبري الماضي على صراع الأجنحة وش رهب ولماذا يخاف قائد صالح وحتى لما كان يروح للإمارات كان يخاف وكانت الناس يقول لك لا وقل لها في مبالغات هاكم تشوفوا فيها أمام عينيكم الآن فيش مبالغات ولذلك اليوم كان في خبر على أن فيه سيارات عسكرية حاصرت الإذاعة والتلفزيون وأن هناك ضابط أو أكثر من ضابط طلعوا للقناة هذا الخبر صحيح أنا بالمناسبة نشرناه على الصفحة لكن بعد عودنا نحيناه نحيناه لأن لسببين رئيسية السبب الأول أن السيارات هذيك لم أبقاش كثير بقيت حوالي نصف ساعة وشفت من بعد أرسلي واحد من الإخوان أن الأخ فضيل وما لم أكد على الموضوع هذا أكد وكتب بالتفاصيل وقال أن السيارات بقيت حوالي نصف ساعة إلى آخره وأنا أعتقد أن الأخ فضيل بومالا يعتبر أيضا مصدر مسؤول ويتحدث بمصداقية إلا إذا غلطوا في موضوع هنا أو هناك لكن هذا الموضوع تأكد من عدة جهات أنا ذكرت فقط فضيل بومالا كأحد المصادر لكن ما بقاوش كثير يعني بقاو نصف ساعة داروا ضجيج وراحوا السيارات لكن كاي اللي قالوا لا لا مش موجود كامل وهنا مرينا مكانش إيه طبعا تكون ممكن أنت مريت السيارات راحوا أنت مريت موجدتهمش أما إذا كان واحد ساكن سامة 24 ساعة هو يقدر يقول إيه ولا لا لكن على الأرجح أن السيارات هذه كانت موجودة ومرت من هناك وعطت فقط إشارة من أنهم إذا لازم الأمر سنحتل قناة تلفزيون إذا جيتوا باش تديروا قرارات ممكن نحتلوا التلفزيون لكن لماذا لغيتها أنا من بعدين من الصفحة لأنني شفت أنها ربما عندها خلل آخر وهو أنها تخوف الناس أنا لا أريد أن أنشر أي شيء وأنصح الناس أن لا تنشر أي شيء خاصة إذا كان موش مية بالمية مؤكد ليخوف الناس فأنا لما انتبهت أنا ممكن تخوف الناس على أساس أن آه سيارات الدرك وقوة خاصة إلى آخر فأقلت من الأفضل أن نلغيها وإذا تكلمني واحد من الإخوة الأفاضل في الداخل قال لي راه والخبر مش صحيح لا الخبر صحيح في الحقيقة ما حبيش ندخل معاه في جدال خبر صحيح لكن هو شقال صحيح هو بمعنى أنه فات نصف ساعة هذيك والناس ما لقاش هذه السيارات سيارة راحوا فالبعض يعتقد أنه صحيح والبعض يعتقد أنه غير صحيح قناعتي أنه صحيح ولكن الأخطر منه أنه كان مربع ما يخوف الناس فشخصيا ألغيته من الصفح نرجع للنقاط الأهم الآن قلنا إذن هذا البيانتع السعيد وهذا والبيانتع قيد صالح والبيانتع توفيق كله يأكد على شيء وهو صراع يكبر ما بين الأجنحة ويتصاعد ويتعاظم البيانتع قيد صالح كان أيضا أنه يفرخ موضوع موضوع الجنيرال الرئيس زروال جنيرال زروال ويلغيه وبالفعل تم سكت الناس على موضوع زروال ما زروال لأن الأوضاع تطورت بشكل كبير وهناها تعتبر ضربة بتاع بروباغندا رهيبة قام بها القيد صالح ومن معه لكنها على المدى المتوسط قد ربما فات لكن على المدى قلت على المدى القريب فات هذه اليومين ثلاثة لكن بعد أيام نستسأل إذا كان الخبر صحيح أن توفيق والطرطاك والسعيد اجتمعوا مع المخابرات الفرنسية وكانوا يتعامرون على البلاد فأمامك أن تعتقلهم أو أنك تعتبر كاذب وهنا أيضا يتطرب عليها قضايا خاصة الأيام القادمة في إطار هذا الصراع سنشهد كثير من البروباغندا سنشهد كثير من الدعايات الصراعات الخلافات بين القنوات المرات بين الجرائد ذوباب إلكتروني خارجي مواقع خارجية إلى آخر لذلك أنصح مرة أخرى إخواني حاولوا أن ترحوا للصفحات التي تصدقوهم لأشخاص التي تصدقوهم لكي لا تمرش عليكم الحملة القادمة العنيفة في قضية الفيك نيوز في قضية المعلومات الكاذبة الأمام الجايد الصالح الآن على الأرجح أن أمامه يقوم بضربة استباقية لأن إذا صدر قرار بالإطاحة به وتعين جنرال يخلف فإن هذا سيكون عنده نتيجة من نتيجتين إما يقبل القادمة الصالح بهذا القرار ويتتم الإطاحة به وسعيد ومن معه يمضون في الاتجاه الذي يريدون أو وهذا هو الأرجح والمرجح واللي يحدث يرفض القادمة هذا القرار ويقوم بإلقاء القابض حتى على منصدر القرار وهو السعيد ولذلك الشرق يقول بودفليق منتهي وتنفس تنفس إصطناعي هذا هو نصلهم للتنفس الإصطناعي تنفس الإصطناعي هذا عنده سنوات وكنا سنوات نقول باللي راهو يفطر ربما ساعة في كل أسبوع أو بالدوباش لكن هذا هو نصل للشرق قال اليوم راهو وإنما من عند السعي لماذا ما قالوا من قبل إذا قالوا من قبل معناها قايد صالح شريك كان شريك إذا رفض القايد صالح والجنرال يتعين ما كانوا يقولوا لا أنا القايد في معنا يصرح خلاف داخل الجيش وهنا الخطورة أصعب شيء في المرحلة هذه أصعب شيء هو أن ينقسم الجيش وحدة الجيش ضرورية جدا هناك أمرين اثنين لازم يبقا وحدة الشعب وثباته على مواقفه هذا هي الاستراتيجية الكبرى هذا هي القيمة العظمى القيمة اللي يجي بعدها وحدة الجيش وحدة جنرالاته وحدة قياداته مهم جدا شوفوا الناس يقدروا يقولوا كيف كيف كانوا دعاية كبيرة لسنوات أني ضد الجيش وأني لكنهم خبثاء فقط أنا قبل عشرين سنة صرخت في جونفي 2019 في برنامج مشهور قلت فيه الجيش جيشنا وهذه قناعة راسخة الجيش جيشنا والشرطة والدرك إخوتنا يومها قلت الجيش وجيش وكان نقاش على الجيش قلت نحن نتحدث على الجنرالات وليس على الجيش جيش وجيش أبناؤنا وإخوتنا وحتى أباؤنا انقسام الجيش لقدر الله نتيجة لهذا الصراع نتيجة لهذه الخصومات على السلطة نتيجة ستكون له أثار كارثية ولذلك مهم جدا أن لا نسمح به تحت أي ظرف كان كما يجب أن يبقى الشعب موحد موحد في أفكاره موحد في مطالبه موحد في خروج موحد في مظاهراته يجب أن يبقى الجيش موحد وإلا ندخلو في أمور كثيرة لكن من جهة القيد صالح رهو يتلاعب ومعه جنرالاتو لأنه لحد الآن لم يتخذ أي موقف اللهم الموقف الذي نتكلم عليه الذي هو القال على بعض رؤوس الفساد لكن الأشياء الأخرى لم يقام بها وقلنا له بالإخلاص انسى المادة 102 وانسى كل هذا الكلام هذا أصبح كلام فارغ وتجاوز الزمن المادة التي يجب أن تطبقها الوحيدة هي المادة السابعة والثامنة وهو تسليم الأمر للشعب ومن يمثل الشعب أي تأخير في خطورة على البلاد وخطورة على الجيش نفسه على الجيش نفسه هل تفهم يا قاية صالحا تومن معك ولا ما زلت تدوروا في الفراغ لأنهم خوفينكم ربما ملفات الفرنسيس أو من يشعار يقول لكم رأى كان ملفات خذوا القرارات الصحيحة وسيقف معكم الشعب إذا شاهدكم امتخذتوا القرارات الصحيحة والقرار الصحيح والقرارات الصحيحة هو التسليم بإرادة الشعب ارجاع السلطة للشعب اعطاء الضمانات الكاملة أنكم لا تتدخلون في السياسة إلا بطلب الضمانات من عند الشعب يطالب ربما بضمانات منكم أنكم تظلون مع دعم الإيراد والأمر الرابع أنكم تدخلون لثكناتكم وتقومون بعملكم العسكرية وتبتعدون عن السياسة هذه من بين الأشياء الأساسية من بين الأشياء العملية قائمة اليوم صدرت قائمة فيها 12 شخص منهم الإخوة كونينيف ثلاثة الإخوة كونينيف المعلومات تقول أنهم غادروا البلاد إلا إذا كنتوا تثبتون تما العكس تقول بالله أنهم غادروا البلاد الإخوة كونينيف والتسعة الآخر المشكلة لم يكن 12 أقل شيء القائمة يجب أن يكون فيها 151 ولم يكن استيان منع من مغادرة التراب الوطني اعتقال يجب أن يكون اعتقال لأن هؤلاء يجمع الناس على أنهم لصوص لكن مع ذلك اعتقلوهم أن هؤلاء يكون عندنا قضاء عادل هو الذي يحكم لهم إذا كانوا لصوص أم لا لكن قناعتنا لصوص لكن هذا أمر يحدث ويثبت القاضي إذن لا تتعطل أكثر فأكثر من بين النقاط أيضا ونرى بلي رأي ديجا وصلت 25 دقيقة للأسف من جال نقاط كثيرة سأختصرها بسرعة في تليفزيون تابع هذا تليفزيون زير نيوز تابع لحداد يقول بأن حداد أطلق أطلق وصراحه ما فيش تهم قالك عنده كان رفض 5000 أورو فقط هي في الحقيقة خمسة ممكن خمسة مليار أورو لأن ثروة تقترب من خمسة مليار للناس تعرفها بشكل أو بآخر يعني المعلن هي حوالي مليار ونص إلى ثنين مليار أورو أو دولار لكن أنا على يقين أن اللي رهم خبي ولي مش معلن ولي مهرب وريصل إلى خمسة مليار أورو عادي ما لك غلطت يا جمع زير نيوز هذه القنوات رجال نهب المال هذه مش قنوات إعلامية هذه لازم تغلق هذه ليست قنوات إعلامية هذه قنوات بروباجندا وكذب ولعب وتلاعب بالعقول وتلاعب بالناس ووو إلى آخره هذه لازم تغلق فيها أخي قولك فهمنا نحن نؤيد الجيش مع القايد ولا نقدر نتفرج حتى يحط الصعيد قيادة مولية له أنت تؤيد المواقف لا تؤيد الأشخاص إذا القايد صالح تأخذ الإجراءات الصحيحة تؤيد على ما يتخذ من إجراءات أما إذا بقي يتلاعب إذا قضية أفعال ليست قضية أشخاص لا تنظر إلى الأشخاص انظر إلى فعلهم هل هو حق أم باطل المادة ميوثنين باطل تعيد إنتاج النظام وما لازم تحط الموضوع أن تخير ما بين الكوليرا والطاعون إذا كان كوليرا والطاعون أم كلهم كوليرا والطاعون لكن إذا كان الطاعون قام بعمل في خدمة الشعب وخدمة البلد في خدمة الوطن فالناس ربما تتناسع عليه كأن على أساس أنه كان عنده قهد الأمراض وكان عنده كل هذه المصائب والفساد اللي كان على الأقل تقول والله يختم خاتمته خاتم صحيح إذن إخواني ما تخيروش وما يجبش حطوكم تأخذ مع هذا ولا مع هذا سعيد متفقين عليهم سعيد ومن معه من اللصوص متفقين عليهم هذا مكانهم الاعتقال والسجن أما قايد صالح والجنالات اللي معاه يبقى على الأفعال مفيش تفويض مفيش تفويض مطلق كما تزعم وتدعي الشروق الكاذبة يجب لا يعطى تفويض بأي حال من الأحوال لأي إن كان إنما الأفعال تقوم شفتوا السيسي التفويض اللي داه وش دار به من مع المصريين هاو يذبح في مصر المصريين إذن القضية هي أفعال ونقول لكم أي واحد سواء القايد صالح أو غير القايد صالح يجي يكلمنا على 90 يوم وعلى استقالة الرئيس ويجي واحد 90 يوم بعد يدير انتخابات هذا رح يسرق في ثورتكم في انتفاضتكم في إرادتكم يريدون إعادة إنتاج النظام بها فقط فلا تقبلوه تحت أي ظرف كان إخواني وصل 30 دقيقة ما نشحب نطور عليكم أكثر ما زالت كنا كلام غدا إن شاء الله من خلاصة فقط في الموضوع هذا أنه حينما تصلكم الأخبار حينما تصلكم الفيك نيوز والأخبار الكاذبة والمخادعات والقنوات هذي هدوء هدوء دائما خذ نفس كبير نفس أهدأ شوية شوفها مع المنطق تمشي ولا لا وروح الصفحات أو الأشخاص لا تتثق فيهم اسمع منهم ثم تمضي الحل كل مرة الناس يطالبوا بالحل الحل هو هذا قيد صالح يلقي القبض على العصابات المدنية يضحى في السجن في انتظار محاكمات عادلة ثم الشعب يقول أنا سأسلم الأمر لمجموعة من الناس يراهم الناس أنهم هذو اللي مثلوا الشعب تخرج أسماء يرضى عنها الشعب يروحوا يستلموا السلطة كيفش يستلموا السلطة بمعنى أن هؤلاء هم اللي يديرون المرحلة الانتقالية القيد الصالح والجنات اللي معاه يكونون فقط من الوراء لضمان عدم تدخل الجهات الداخلية وخارجية في اللعبة لكن لا يتدخلون في الأمر نهائيا مرحلة انتقالية تكون لمدة سنة أقصى تقدير سنة ونصف تقوم فيها حكومة حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي ومجلس تأسيسي وأشياء أخرى في هذه الفترة المجتمع تقوم تنظيماته تقوم أحزابه تقوم مجتمع المدني بحث ما تعني الكلمة نقاباته وهو يتحرر حين يتحرر سيختار من يريد بعد سنة أو سنة ونصف فيكون هذا هو الحل غدا لنا لقاءات وإذا لازم الأمر حتى الليلة وكانت هناك تطورات سأرجع إليكم لكن في هذه حالات خسوة بطبيعة الحال حياكم الله إخواني إنما كنتم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر